حصريا ولأول مرة على اليوتيوب طريقة عمل لانشون الفراخ لانشون الدجاج الطريقة الصحية والطريقة الصحيحة 100% شايفين يا جماعة القوام عامل ازاي وعملنا الكمية دي باقل من ربع ثمنها وكمان القوام طحفة جدا وحايز اقول لكم الريحة جميلة جدا 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 شايفين يا جماعة اللانشون رايق وجميل ومتماسك وجبتي كمان وقصدت ان انا اوريكم التقطيع كامل وصرعت طبعا المونتاج علشان تشوفوا ان مفيش اي حاجة مش موجودة قدامكم زي ما حضراتكم شايفين عملنا الكمية دي كلها في فيديو النهاردة اتمنى من حضراتكم اكيد انا متأكد ان ان شاء الله هتقدروا مجهودنا ان شاء الله هتدوسوا لايك الفيديو وان شاء الله تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس على الكل وعايز حضراتكم تطبقوا الوصفة دي وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات شايفين كمان هنا يا جماعة نضغط عليها ونشدها كده ونعملها كده اكيد اكيد انتوا هتقوموا تعملوا الوصفة دي دلوقتي وممكن كمان تعملوا بنص الكمية وممكن تعملوا بربع الكمية يعني على حسب المتوافر عندكم وصفة سهلة اقتصادية موفرة وكمان طلعنا منها يا جماعة في حدود 800 جرام لانشون اصلي 100% نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا دوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل مهوا جديد قناة مطبخ شيكو توتا قناة متخصصة بكل ما يتعلق بالطبخ اول حاجة جماعة نجيب بولة كبيرة هنضيف فيها كباية من المية هننزل كده بمكعبات التلج بتاعتنا وبعد كده هنحتاج معلقة كبيرة من البيكنج بودر طيب لو منت مش عندكوش يا جماعة مكعبات التلج ممكن تضيفوا كباية مية بردة من الفريزر تبقى كده قريب للمسلك بس نتبقاش متلجة بعد كده هنقلب كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اتمنى من حضراتكم تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كده يا جماعة نبدأ ان احنا ننزل اول حاجة هنحتاج مكعب من مرقة الدجاج اي نوع عندكو انتو بتحبوه مفيش مشكلة وممكن تستبدلوها ببهارات الفريخ ولكن طبعا مرقة الدجاج مهمة جدا وبعد كده هنضيف معلقتين كبار من الزيت وبعد كده لازم نعمل الطريقة دي يا جماعة لازم ننخل نص كبية من النشا نشا الدراء وهنحتاج معلقتين كبار من الدقيق الدقيق اللي هو الطحين ولازم ننخله لازم نستخدم المصفى اول ما نخل ارجوكم يا جماعة علشان اللانشون يطلع زي ما انتو شفتوه في اول الفيديو وهنقلب المكونات دي كويس جدا 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 وبعد كده هننزل بنص معلقة صغيرة من الملح معلقة بصل بودر معلقة توم بودر وممكن تستبدلوها بخلطة الشيشة ووك من ماجي هتحتاجوا معلقتين صغيرين او خلطة الشاورمة من ماجي برضو هتحتاجوا معلقتين صغيرين ولو مش عندكم معلقة صغيرة بصل بودر معلقة صغيرة توم بودر وهنقلب كويس جدا بعد كده بقى هنجيبي الميزان بتاعنا او حتى من غير الميزان هنحتاج نص كيلو من الفراخ البنية الفراخ البنية يا جماعة عايزة اقول لكم طحفة جدا 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 ولو حسبتوا الكمية والسعر هتلاقوا انتم موفرين اكتر من 3 تربع الحاجة وزي ما حضراتكم شايفين هنبدأ ان احنا نقطعها ولازم نركز محتاجين الفراخ البنية تكون نص مثلجة يعني اطلعها في الفريزر تهدى شوي عشان تقدروا تقطعها ولكن احنا محتاجين ان صدور الفراخ تكون فيها تلج بعد كده هنجيب الكبه بتاعتنا وهنبدأ ننزل بمكعبات كده الفراخ بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين النص كيلو وزي ما انتم شايفين كده لازم مكعب التلج يكون كده مكعب البنية يكون كده فيه زي تلج خفيف وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين هنضرب كده الفراخ في الكبه بالشكل ده ولازم نتأكد انها خلاصة فرامت كويس جدا وزي ما حضراتكم شايفين يا جماعة يعني التلج اكيد واضح ان الفراخ مثلجة وبعد كده ننزل بقى بالخلطة البهارات اللي احنا عملناها مع بعض بعد ما ضربنا الفراخ وبعد كده نضربها بالكبه ضربا مبرحا مفيش مشكلة اضربه زي ما انتم عايزين اي قارب عندكم كده يا جماعة هتحطوا فيه لستريتش راب اللي هو بيبقى يكون معلنشون والجبنة ما بيجيبه منبرة كده او ممكن تستبدلوه بعلبة سمنة تدهنوها زيت عادي اي حاجة عندكم وبعد كده هننزل بقى بالخليط بتاعنا بعد ما ضربناه كويس جدا وهنبدأ ان احنا نضغط لغاية ما نوصل للشكل ده عايز اقولكم يا جماعة القارب دود اتملع على اخره باسم الله ما شاء الله تبارك الله وبعد كده هنبدأ ان احنا نغطيه باي حاجة عندنا زي ما انتم شايفين وممكن زي ما قلتلكم تستخدموا علبة السمنة كيلو ونص او النص كيلو هتكون حلوة برضو وبعد كده هنجيب بقى صينية وهننزل فيها بمية مغلية ونركز مع بعض يا جماعة هنضيف كده معلقة من الخلي علشان ما فيش اي حاجة تتفاعل مع الطعام بتاعنا وبعد كده هننزل كده بالشكل انتو شايفينه ده ان احنا بس نقرب القارب للمية وحتى لو فيه تلامس ما فيش مشكلة وبعد كده لازم نغطي يا جماعة زي ما انتو شايفين علشان البخار ما يطلعش برا وبعد كده هنسيبها لمدة ساعة وبعد كده هنبدأ ان احنا نطلعها وهنعمل اختبار بسيط علشان نتأكد هل اللانشون بتاعنا استوى ولا لا وبعد ساعة زي ما حضراتكم شايفين ممكن تسيبوها ساعة وربع عادي هنبدأ ندخل الخلة كده في النص وما فيش اي حاجة طلعت وبعد كده برضو زيادة تأكيد هنعمل حتى كده على اليمين وحتى على الشمال طالما ما فيش اي حاجة طلعت في الخلة بتاعتنا يبقى الوصفة بتاعتنا نكحة مية في المية وتبقى استوت مية في المية ومش محتاجين حاجة خالص وعايز اقول لكم هي ما بتاخدش ساعة ساعة بالكتير ساعة وربع وبعد كده هنستنى انها تهدى شوية لمدة ساعة وممكن تسيبوها في التلاجة من 6 ساعات لتاني يوم بصراحة انا ما استنتش غير ساعتين بس وبعد كده هنبدأ بقى نسن السكينة بتاعتنا كويس جدا وبعد كده هنبدأ نقطع طبعا يا جماعة لو انتم مش مستعجلين عليها ممكن تستنوا لتاني يوم عادي شايفين يا جماعة الحتة عاملة زي عايز اقول لكم تحفة جدا احنا بنشتري لانشون الفراخ ما فيهوش فراخ السعر وصل لـ 260 جنيه يا جماعة في الهايبارات طلعنا الكمية دي باسم الله تبارك الله لو قلنا نص كيلو البنية يا جماعة بـ 80 جنيه وبقية الحاجات دي كلها مثلا 20 جنيه مع انها مش هتوصل للسعر ده يعني عملنا باسم الله تبارك الله كيلو اللي ربع بقل من 200 جنيه بدون اي مواد حفظة زي ما حضراتكم شايفين انا هشيلهم كده طمني طمني ونشيلهم في الفريزر محتاجين ان احنا ناكل نطلع كده الطبق بتاعنا ونسيبه في التلاجة بدون اي مواد حفظة صحي 100% وقال فيها انا وشيفة على اقلوبكم ما تنسوش تشيروا لصحابكم في كل مكان والسلام عليكم باي باي